تحدثت إذاعة فرنسا الدولية نقلا عن مصدر جزائري وصفته بالمطالع بأن الجزائر رفضت طلبا أمريكيا لإعادة تشغيل خط الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا والمار عبر الأراضي المغربية وكان الهدف طلب الأمريكي لزيادة الإنتاج وحجم وصول الغاز نحو أوروبا تمهيدا لتعويض الغاز الروسي في حال الاستغناء عليه ويرى مراقبون بأن رفض الجزائر لهذا الطلب هو قرار سيادي من ناحية وأيضا له قرارات له خلفيات اقتصادية وأخرى سياسية أولا فيما يتعلق بالخلفيات الاقتصادية فإن زيادة حجم تزويد أوروبا بالغاز يتطلب استثمارات كبيرة ربما يكون مداهم بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وهذا ربما ما لا تغامر به الجزائر خاصة أن ليست هناك سفقات ومن النحية السياسية يرى مراقبون بأن الجزائر تربطها بروسيا علاقات استراتيجية ولحد الآن تلتزم الجزائر بالحيات تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية وهذا ما عبرت عليه قلال مشاركتها في جمعية الأمم المتحدة حيث رفضت التصويت واختارت الحيات تجاه هذه الأزمة وقالت بأنها ملتزمة بالمواثيق والقوانين الدولية وهذا ما جعل الجزائر لا تطرح نفسها كبديل لسوريا لروسيا عفوا من أجل إمداد أوروبا بالغاز خاصة أن الجزائر تعتبر ثالث بلد مزود للغاز بعد كل من روسيا والنرويج وتزود الجزائر إيطاليا وإسبانيا يعني تعتبر هي المزود الرئيسي لهذين البلدين عبر أنبيب مباشرة تمر عبر البحر الأبيض المتوسط يعني مراقبون يؤكدون بأن الجزائر من جهة لا تريد أن تغامر اقتصاديا بالدخول في استثمارات قبل وجود عقود وأيضا من الناحية السياسية لا تريد الجزائر أن تخسر علاقتها الاستراتيجية مع موسكو خاصة ما تعلق بالتعاون الأمني وتعتبر الجزائر من أكبر المستولدين للأسلحة الحربية من موسكو وتربطها اتفاقيات أمنية ودفاعية مشتركة منذ أعوام عديدة على الشق الآخر هل تأثر الشعب الجزائري بأزمة أو تداعيات الأزمة الأوكرانية؟ ربما تداعيات الأزمة الأوكرانية تجلت في عدد من المواد واسعة الاستهلاك التي ارتفعت أثمانها وربما كانت هناك بعض النذرة في السوق مثل الحبوب ومتبعها من عجاء وأيضا دقيق ومادة الفرينا المستعملة بكثرة في الجزائر خاصة الفرينا المدعمة التي تستعمل في إنتاج الخبز المدعم من قبل الحكومة لكن الديوان الوطني للحبوب أكد بأن الجزائر لديها مخزونات كافية وبالأسعار القديمة للحبوب ودعت المواطنين لعدم التوجس من هذه الأزمة وقالت بأن هناك تجار يحاولون خلق النذرة واستغلال هذه الأزمة كما دعت الحكومة إذا ضبط الأسعار وعدم القيام بزيادات عشوائية وقالت بأن هذا يضر بيئة المواطن وأصحاب الطبقة الهشة أصحاب الدخل الضعيف كما أكدت الحكومة بأنها منعت تصدير المواد التي تستوردها الجزائر من مواد أولية مثل الحبوب وكذلك مختلف أنواع الزيوت وقالت بأن هذه الأعمال تعتبر تخريباً للاقتصاد الوطني وأمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل بسن قانون يعاقب ويجرم كل الذين يقومون بتصدير أو تهريب المواد الاستراتيجية المستوردة من الخارج والتي لا يتم إنتاجها هنا في الجزائر ترجمة نانسي قنقر